البرنامج التدريبي الأول لاتحاد مجالس البحث العربية الرابطة العربية العلومي والنانو تكنولوجي فارغ العراق لجنة النشاطات العلمية في برنامجنا التدريبي اللي هو نانو تكنولوجي نحاضرتنا اليوم بعنوان تلقيها علينا الأستاذ المساعد الديكتور أمجد مرزعودة من جامعة بابل تفضل مشكل دكتور أنجل تفضل دكتور شكرا جزيلا دكتور علاء الله يحفظك السيدات وسادة الحضور مع حفظ الألقاب العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظم البرنامج مالتنا نعم الخاص بتقنيات النانو واللي قيم الرابط العربية لعلوم المواد ونانو تكنولوجي فارغ العراق إن شاء الله راح نأخذ المحاضرة الثانية اللي هي اللي هي عبارة مقدمة عن أهم المصطلحات وأنواع المواد النانوية ومبدأ عملية التحميل اللي راح نستعمل لتوصيل الأدوية بعدها راح نأخذ نبضة مختصرة عن تطبيقات راح ندرس أهم مادة لتوصيل الأدوية اللي هي اللايبوسومات راح نأخذ الخواص مالته وليش استعملناها وعملية التصنيع مالته أو التخليق مالته واخيرا راح نأخذ كيسس تدي اللي عادة بالبحوث العلمية يستعملون لدوكسوروبسين واللي أيضا يستعمل لعلاج كعلاج السرطان ونأخذ التارجتينج أو التارجتينج مالته نعم كمقدمة تلعب تقنية النانو دورة رئيسيا في التطورات التكنولوجية الحديثة في كثير من المجالات مثل تشخيص الأمراض وتصميم الأدوية وتوصيلها واللي هو اللي راح نحاضر به اليوم اللي هو الدراج دريفري ونفس الدراج دريفري أيضا نستعمل لعلاج الأمراض وتشخيصها ومراقبتها كلها تنظوي تحت اسم مصطلح ما يسمى بطب النانو من المتبطع أن يحدث البحث والتطوير في مجالات مختلفة من طب النانو ثورة في تشخيص المرض وأساليب العلاج في المستقبل القريب ويؤدي إلى إحراز تقدم في فهم العمليات البيولوجية على المستوى الجزئي الأساليب اللي يتركز عليها أو الأساليب الطبية النانوية اللي يركز عليها لإيصال الدواء حيث نعمل على تطوير جزئيات نانوية الحجم لتحسين أهم خاصية للأدوية اللي هي التوافر البيولوجي للدواء واللي ممكن أنه يستعمل كعلاج أولاً أو مادة تسهل من التصوير الطبقي لتشخيص الأمراض وبالتالي تدخل هاي التطبيقات الصيدلانية كمنتجات جديدة توفر حركيات جديدة علاجات واعدة وأيضاً تقدم حلولاً طبية جديدة ومختلفة عما متوفر في التقنية التقليدية لذلك علم النانو والتقنيات المرافقة إلى تفتح آفاق واسعة في التطبيقات الصيدلانية والطبية واللي تعمل بشكل هائل من التطور لإنتاج هذه المنتجات اللي راح تكون أكثر كفاءة من المنتجات الغير نانوية أهم المصطلحات عدنا في علم النانو اللي هي علم النانو نفسه وتقنية النانو مثل ما معلوم أنه علم النانو هو دراسة الخواص الفريدة للمادة على المستوى النانوي طبعاً هذه بالاتحاد مع العلوم الباقي اللي هي الفيزياء وعلوم المواد والكيميا وخاصة للجزئات المعقدة أما تقنية النانو فهي عبارة عن التلاعب أو التخليق أو التحوير للمادة لجعلها تصل إلى حدود من واحد إلى مئة نانو متر خلينا نتخيل أنه أين هو النانو مثل ما دعنا نشوفه بالشكل هنا دعنا لاحظ أنه حدود النانو هي ما بين واحد إلى مئة نانو متر بهذا الشكل إذن نحن نعمل في منطقة وسطية ما بين المايكرو المنطقة المايكروية والمنطقة الذرية إذن النانو هو عبارة عن تجمع مجموعة من الذرات بحيث تكون لجسيمة تكون ضمن هذه الحدود طبعاً الجسيمات النانوية ممكن تقسيمها إلى قسمين بحيث تكون عندي جسيمات نانوية طبيعية مثل الـ DNA, الـ antibody, الـ oligo-neucleotide وغيرها من المركبات الحيوية اللي ممكن أنه نلقاها بالطبيعة أو في جسم الإنسان نعم تم تخليق عدة مواد نانوية اللي هي فولورينات والدمد الريمار الـ quantum dot الـ gold nano particle وغيرها منياً من هذه التراكيب جميعها هذه تنظوي تحت علم النانو اللي نخلقها بواسطة التقنيات معينة من عمليات التخليق وتكون أبعادها ما بين واحد إلى مئة نانو متر نعم المواد النانوية كتصنيف توجد عدة تصنيفات لها ممكن يستعمل أو تكون على هيئتين اللي هي جسيمات نانوية عضوية وجسيمات نانوية غير عضوية الجسيمات العضوية أو الجسيمات النانوية العضوية مثل البوليومارات أو بوليومارك ميسيلز داندراي مارز والليبوسومات وبالأضافة للبوليومارات اللي نسوي لها مع من مع الأدوية اللي هي عضوية مثل جولد نانو بارتاكل كاربون نانو تيوب الغرافين وغرافين أوكسايد والجسيمات النانوية المغناطيسية نعم ماذا نحتاج أو ما هو المبدأ الأساسي لعملية توصيل الأدوية احنا نريد نخلل الدواء عليما على هذه الجسيمة ممكن أنه تحدث عملية التحميل لكن ليس فقط للأدوية ممكن أنه نحمل دي اناي ممكن ار اناي ممكن انزيمات هرمونات بروتينات وحتى المستخلصات عدنا نوع من عملية التحميل سوى للدواء أو لهذه المركبات أو الجزيئات الحيوية أما التحميل يكون على السطح ونقصد به مثل ما موجود بالشكل به هذا أنه تكون المادة الفعالة استقرارها وين على السطح الجسيمة النانوية بهذا الشكل هذا نسميه بال Surface Learning System أو لا ممكن أن يكون محتبس في داخل الجسيمة النانوية ويكون على عدة أنواع مثل الدم دريمات بهذا الشكل حيث مدندريم عبارة عن متشجرات أو المتغصنات توجد بها فراغات جزئية ممكن احتواء الدواء بها أو ممكن أن يكون ضمن داخل بوليمر أو الماتركس من بوليمرات معينة أو ممكن أنه يكون بداخل كيفيتي مثل اللايبوسومات وغير همنيا من الجسيمات النانوية فهي أهم طرق التحميل اللي هي نوعين أما على السطح أو تكون محتبسة في داخل الجسيمة النانوية نعم أهم التطبيقات الدراجدريفري الدراجدريفري نحن اللي نحتاجه بالدراجدريفري هو تحسين التوافر الحيوي من خلال أنه تكون الفعالية عالية الاستهلاك للدواء يكون بشكل قليل أو تدريجي أو نسميه كمصطلح سستينبل ريليز يعني بحيث التحرير ما تكون بشكل متدرج فبالتالي رح يعطي فعالية أكثر بالإضافة لأنه نقل المنين من مالة الدواء هو نفسه فمثل ما نلاحظ بالرسم هنا ممكن أنه نوصل باستعمال تقنية إلى الورام السرطاني فرح تتجمع وين باستعمال فرح يصير عندي عملية توجيه هنا بعدين أصلف عليها مثل موجات فوق صوتية أو ممكن استعمال الليزر فبالتالي رح يصير عنده نانا حرارة عالية فتؤدي إلى تهشيم الورام نتيجة لتجمع هاي القولد نانا بارتكل عند ذلك الورام فهي جدا مهمة في عملية التوصيل ليس فقط في عملية التوصيل الدواء المن إلى العضو الهدف وإنما قد يستعمل في التصوير الطبي رح نحمل رح نحمل هذه الجسيمة نعم عفوا رح نحمل هذه الجسيمة النانوية وخاصة الجسيمات النانوية المغناطيسية مثل أكسيد الحليدي كالمغناطيسي وأيضا ممكن أنه أن ربط أو يربط مع أنتبادي معين هذا رح يجمع وين عند النسيج الهدف أكيد إحنا ضيفي له مادة متفلورة فبالتالي تجمع الجسيمات النانوية اللي نسوي لها تاربتين عند ذلك العضو بالتصوير رح يظهر التفلور شنو أكثر مما للمناطق الباقية فمثلا نحن نستهدف مرض معين فأنا لازم أجيب أن تبدي خاص بذلك المرض بحيث الرسعترات مات الخلايا من تستقبلها هي الوحيدة اللي رح تتفاعل معه فبالتالي تجمحها ورح يصير عند هذا النسيج الهدف فيسهل منين من التصوير ماته نعم ممكن عملية التحميل تحدث على مجموعة من الجسيمات لكن ضمن محاضرتنا هذه اللي هي رح نحمل أو نسوي عملية لودنغ ضمن جسيمة اللايبوسومات اللايبوسومات أو ما يسمى بالحويصلات الدهنية الحويصلة الدهنية عبر عن حويصلة ثنائية الطبقة تتكون من طبقتين من الفوسفوليبت وعادة يضعف إلها الكوليسترول هاي الطبقتين داما تحتجز المحلول المائي في داخلها بهذا الشكل هاي الطبقتين كل ما كانت صغيرة أكيد راح تزداد المساحة السطحية فعملية الاحتواء راح تكون هنا أنا أكبر بهذه الحالة إذن عملية الاحتواء للمادة الفعالة ورح تكون رح تكون بالداخل نعم وممكن احتواء الدواء في داخل الطبقتين نفسهم ليش لأن مثلا الأدوية اللي تكون ذائبة في الماء راح تحتجز في داخل الحويصلة بهذا المكان باعتبار أنه هي المحبة للماء أما الكارهة للماء فرح تحتجز في داخل الطبقات الدهنية نعم ممكن أنه نوجه أو نسوي تارغتين بواسطة اللايبوسوم بأضافة مثل أو أضافة أي جزء عضوية ممكن أنه يتحسسها العضو الهدف مثلا ما سنشوف بالدوكسور أو سين تارغتين من خواص اللايبوسوم نحن هم خاصية ندرسها هي عملية إيصال الدواء المن إلى الهدف فاللاحظ من حيث الدراسات اللي وجدوها لقوا أنه عبارة هاي الحواصلات النعنوية دائما تكون مستقرة أو ذات استقرار عالي ويكون إلها عملية خزن أو عمر الشلف لايف مالتها رح يكون طويل بهاي الحالة نعم تكون سعة الاحتواء عالية بالنسبة للأدوية بحيث نحتجز هون في داخل الحويصلة النعنوية فبالتالي نسبة الاحتواء رح تكون عالية في حالة اللايبوسومات نعم ممكن أنه نحتجز الهايدروفيليك أو الهايدروفوبك دراجز أو سبستانس سواء كانت المحبة للماء أو الكاره للماء المحبة للماء رح تحت جزوين في داخل الحويصلة ضمن المحلول المائي أما الكاره للماء فرح تكون ضمن الطبقتين مالة الذيول مالة الدهون ممكن أنه الاستطباب مالتها ممكن يكون أورالي وممكن بالإنهاليشن وأيضا ممكن أيضا بالإنجكشن نعم أيضا يمكن تصميمها بحيث يكون تحرر الدواء سستين بحيث نصممها بحيث يكون تحرر الدواء إلى حركيات خاصة وذات زمن محسوب هذا يعتمد على التركيب اللي نحن نصنعه من اللايبوسوم ليش نستعمل اللايبوسوم نفسه بالإدراك دريفر أول مشكلة اللاقيها بالأدوية هي عملية الإذابة عملية الإذابة نقصد بأن بعض الأدوية تكون غير ذائبة في السوائل الحيوية فبالتالي ما نقدر نحصل منعدها توافر حيوي وغير متوافقة مع سوائل الجسم فممكن احتجازها في داخل اللايبوسوم فبالتالي راح تحرر مالتا راح يكون ضيئ وتؤدي للفعل مالتا بعض الأدوية أول ما تدخل الجسم راح مباشرة جهاز المناعة راح يقضى عليها فبالتالي احنا راح نسوي عملية اختفاء لنسوي للادرق ليش انه محتجز بالداخل فبالتالي جهاز المناعة ما راح يتعرف علي من على هذا الدواء اللي موجود داخل الحويصة لليش انه مسوي له حصن او مسوي له حج هنا نعم الجرعة هنا تكون اكبر يعني اذا طينا الدواء بالحالة الطبيعية وطيناها بشكل اللايبوسوم فاكيد الدواء راح يعرض المن الى الميتابوليزم داخل الجسم فمباشرة انه مرض خلال الكبد راح مباشرة راح يؤيد فاتقل الجرعة مالة الدواء اللي هو التوافر الحيوي في حين وجود الدواء داخل اللايبوسوم بهذا الشكل راح يكون عندنا هنا الجرعة راح تكون اكبر ليش لان الدواء وقع على حاله فبالتالي راح يستمر بالفعالية مالته بعض الأدوية قد تكون سامنة أو بها نوع من السمية وخاصة ال anti-cancer drug فعلى مدن القل للسمية مالته راح نخليها وين فيه داخل الحويصلة أو اللايبوسوم بهذا الشكل أيضا ممكن أنه نسو بها استهداف نضع انت بدي أو أي جزئة فيما سطح وبالتالي راح هذه الحويصة النانوية المحملة بالدواء سوف تصل المن إلى النسيج الهدف وبسهولة أيضا ممكن استعمالها في عمليات الكشف مثل التشخيص الطبقي وممكن أنه تشخيص طبي أيضا وأيضا نراقب عملية الشفاء أنه من احنا خلينا مثلا الفي 3 أو 4 هاي الجسيمة المغناطيسية ووصلناها المن إلى النسيج الهدف راح تبقى ملتسقة فمثلا بالأسبوع الأول سوى كشف طبقي ظهرت مضية لكن مثلا بالأسبوع الثاني راح الضاء والتفل ورمالتها راح يقل فيعتبر هاي مراتبة علما لعملية الشفاء الخواص المهمة اللي يعني اللي خلت اللايبوسوم يكون مهم بهذا الشكل نعم بما نوحشينا عن اللايبوسوم تعريفه والخواص مالته وليش استعملنا شلون نصنع اللايبوسوم كيفية تصنيع اللايبوسوم أو هو مما يتكون المكونات مالته عبارة عن فوسفوليبد وكوليسترول ونحتاج لهم وذيب عضوي والمادة الفعالة مثل دوكسيروبسين دراج هنا هناك ملاحظ للكوليسترول دائما يضاف مع النانولايبوسوم لكي يتخلل الطبقتين ذني فراح يزيد من من الاستقرارية مالته استقرارية الحوائص هي نفسها وأيضا يعدل من من الفلووذي مالته المل الطبقتين هنا نفسهم فراح يخليه أكثر استقرارا مما لو الكوليسترول ما موجود أهم الطرق لي تصنيع اللايبوسوم هو استعمال طريقة الليبذ ثن فيلم هايدريشن وهسا ما نشرحها بالتفصيل اللي هو استعمال مذيب عضوي مع الفوسفوليب وبعدين يكون هنا فيلم ونضيف المادة الفعالة بشكل محلول مائي ثم تتحوصل هذه المواد بهذا الشكل بشكل اللايبوسوم نفس المزيج لكن ما نسوي بشكل ثن فن وإنما نسلط عليه الموجات فوق الصوتية فبالتالي هاي رح يصير بها اهتزاز فرح تجبر علي من على التحوصل ومن تتحوصل أكيد رح تأخذ جزء من المحلول المائي اللي يحتوي علي من على الدواء ممكن استعمال الإنجيكشن مثل هاي أشهر الطرق اللي موجودة اللي هو أنه نخلي مادة اللايبوسوم أو الفوسفوليبد بالمحلول المائي ونضيف المادة الفعالة مع مذيب عضو راية تستعمل خاصة لل هيدروفوبك دراكس أو الهيدروفوبك سبستانس أنه نضيف مع مذيب عضو ونسوي لها إنجيكشن في داخل المحلول الفوسفوليبد ثم نبخر نرفع درجة الحرارة يتبخر المذيب فرح يجبر الدواء الهيدروفوبك أنه يتخلل الطبقات الدهنية اللي هي في داخل الماتركس نفسها يعني مو في داخل المحلول الماء نعم هاي الطريقة المستعملة واللي حقيقة يعني اشتغلت بها أكثر من بحث وأشرفت على طالبة ماجسير أيضا أنه هاي المادة الفعالة الدوكسير أوبسين وال فوسفورتيدايل كولين اللي هو الفوسفوليبد وأيضا يضاف البوليأثيلين مع من مع الكلوروفوم بعدها نسوي راح يتكون عندنا على الراموند هذا بهذا الشكل بعدها راح نضيف المحلول مالتنا اللي هو الحاوي على من على الدواء ونسوي عمليات بعدها راح نسوي هنا هنا الطبقة المكونة من الفوسفوليبد بلسونكيشن راح تجبر أنه تترك الجدار عنوة لكن من تنتقل إلى المحلول المائي مباشرة راح تتحوصل ممكن أنه تقنيات أخرى أسويلها كستروشن في سبيل أنه أزغر هاي الحويصالات الدهنية وأحصل على طبقة واحدة من الباي لير بعدها ممكن أسوي لعمليات التنقية النتيجة النهائية هو بهذا الشكل هاي طبقة أولى وعدنا تتكون من طبقتين من الفوسفوليبد بهذا الشكل وتحت جز الدواء في داخلها الصورة التي أسفلها مثل صورة المجهر الإلكتروني لشغل مالتنا التي صنعنا بها اللايبوسوم حيث تظهر هذه الحويصالات بهذا الشكل وشكل بعدها هو عبارة عن شكل كراوي أو قريب للكراوي وأيضا أبعادها مثل ما نلاحظ أنه عبارة عن 25 إلى 31 نانومتر هاي اللي نقدر نحصل علي من اللايبوسومات الكيس مالتنا هو استعمال اللايبوسومات بالدراج للدوكسوروبسين الدوكسوروبسين داما يختار ليش لأن يعتبر أنه يعني كأنتي كانسر عال التأثير كدواء هو عال التأثير ولي كثير من هذا النوع أو أنواع من السرطانات مثل من مثل البريست كانسر اليوتيرين أوفاريون للمفومة للم كانسر واليوكيمين أيضا من خصوصية أنه يحتوي على مجموعة الأمين هاي مجموعة الان اشتو اللي بي اللي راح تسهل من عملية احتجاز في داخل اللايبوسوم خاصة باستعمال طريقة الجريدينت طبعا طرق كثيرة هي لتصنيع اللايبوسوم واحتجاز الأدوية لكن نختصرها بالطرق اللي شرحناها أيضا من خصوصية الدوكسور روبسين أنه من السهولة تقدير كمية بالتقنيات المتوافرة نعم أول ما صنع الدواء اللي هو لايبوسوم دوكسور روبسين هاي الفورمولة صنعوها بشكل وسموه تجاريا بال هذا دخل لكن فشل عما هو متوقع أنه على النتائج اللي ينحصل عليها من الأسباب اللي سببت الفشل المالت أنه يتحلل قبل ما يصل المن إلى النسيج الهدف فهي واحد من الأسباب المهمة أنه غير مستقر هنا يحدث إلى تخفيف عالي نسبة الألمن إلى حجم الإبلازمة أيضا الحجوم مالتا كانت كبيرة فمن الصعوب أنه كانت أنه تدخل أو تلتسق في موقع التيومر نفسه أيضا السبب الآخر اللي هو أنه الكثير من الدهون أو الفوسفولوبيد المكونة للايبوسوم ممكن إزالت ممكن إزالت باعتبار أنه الجسم شكو شيء زيء رح يتخلص من عنده بالتالي فشل هذا النوع من الأدوية أو هذا النوع من الفورمولة الدواء فعال الدواء نعم فعال لكن بشكل هذا كان غير فعال للأسباب الذكرت سابقا نعم بعدين طوروا العملية وصنعونا فورمولة جديدة سموها بالدوكسيد هذه دخلت إلى الأبروفل سنة 1995 طبعا نشوف التاريخ يعني هو قديم لذلك نحن لازم نلحق عليهم بسبيل أنه نوصل إلى فورمولات أحسن وأفضل شن التطوير اللي صار بما أنه اللايبوسوم في الفورمولة السابقة اللي هو الأولفدوكسيد كان متحلل كبير ممكن أنه تشقق من عنده أو تزاح من عنده الدهون وكبر حجمه أيضا ما رح يلتسق أو ما رح يستقر عنده موقع التيومور هو نفسه صنعوا فورمولة أخرى هاي الفورمولة اعتمدت مو فقط على الفوسفول والكوليسترول وأنه ما أضع فولها البولي أثلين غلايكول البولي أثلين غلايكول هذا الربط ما عمل مع اللايبوسوم حسن من خواص اللايبوسوم بحيث خلا يعمل بالخفاء وكانه شبح وكانه شبح نسبة إلى جهاز المناعة أو السوائل الحيوية لكن رح يكون فعال أيضا عندما يصل النسيج الهدف بالإضافة إلى الاستقرارية مالتا رح تكون أفضل بكثير مما اللايبوسوم اللي كان لا يحتوي على من على البولي أثلين غلايكول بوجود البولي أثلين غلايكول رح يزيد من طالة عمر الدواء أنه يبقى بالسركليشن سيستم أنه سركليشن تايم مالتا رح يبقى وقت أطول ويحتجز في داخل الجسم فبالتالي رح يوفر لي أو يسبب لي توافر حيوي أكثر باعتبار أنه الودة مالتا رح تكون أطول في هذه الحالة نعم شون نسوي استهداف الاستهداف أنه الحوايص اللهية نفسها اللي مكونة من الفوسفوليبد مثل ما نشوف بالرسم عبارة عن فوسفوليبد بهذا الشكل عادة يستعملون الفوسفوليبد الكولين أو الليسيثين هذا يربطون ويال كولي أثلين غلايكول ثم بيعامل ربط ويربطون بمن بأنتودي هذا الأنتودي يكون متخصص المن لنسيج معين فبالتالي اللايبوسوم ما رح يتجمع في جميع الأنسجة وإنما سوف يصل المن إلى النسيج الهدف بالتالي رح يتجمع من يتجمع رح يبدأ التحرر مالته اللي قلنا عليه أنه سستينبل فرح يكون التوافر الحيوي عند ذلك الموقع عند ذلك النسيج الهدف أكثر تركيزا مما لباقي أجزاء الجسم أو الأنسجة الأخرى ممكن أنه نسوي استهداف مو فقط بالأنتودي عادة السرطانات يكثر بيها احتياج الخلايا المن إلى الفوليك أسد يسمونه فوليك أسد تارغتينج هذا شو أح نسوي نجيب اللايبوسوم ونربط مع الفوليك أسد اللي هو فوسفوليبيد فولي أثني غلايكول ثم أربط مع الفوليك أسد هذا الفوليك أسد تتحسس منه وتتحسس الخلايا السرطانية نتيجة لوجود تركيز عالي من الرسيبترات المن للفوليك أسد هو نفسه فبالتالي رح تتجمع اللايبوسوم تتجمع حول أنسجة البيتيومور هي نفسها فبالتالي بعدها رح أصير عندي عملية بلعمة عادة وإذا ثبت على السطح فرح يصير عندي تحرر للدواء فبالتالي رح يصير ترشح للدواء ثم يصل المن إلى داخل الخلية وهو هذا أعتقد اللي احنا نريد نوصل على نهاية محاضرتنا وأشكر لكم ولي استماعكم إن شاء الله وإذا أكو أي سؤال نستقبله وشكرا جزيلا ممكن وشكرا على محاضرتك ممنون إليك ربي يأخذكم ربي يسمي الحقيقة في التطريقات البايوميديكال أبليكيشن أنا عندي سؤال يعني علمي وسؤال تكنولوجي السؤال العلمي خلال محاضرتك وهاي طبعا مهمة جدا لكل البلدان المتقدمة والنامية نعم اشتحشينا عن المتال أوكسايد المهمة بالتطبيقات الطبية الحيوية فضل نعم بالنسبة للمتال أوكسايد ذكرت وحدة من عدهن يعني أنه استعمال مثلا أكسيد الحديدي كلمغناطيسي أكسيد الحديدي كلمغناطيسي أنه نافع جدا في التصوير الطبقي وممكن استعماله لوحدة وممكن استعماله مع دواء وأيضا استعماله كعملية تارغتينج للتوجيه ليش لأن هذا ما رح يحمل الدواء ويصل من إلى النسيج الهدف ما رح يوفر لي فقط الدواء وإنما رح يوفر لي مونيترينج رح أشوف أنه الدواء اشتغل أو ما اشتغل هل النسيج تم علاجة أم لن يتم علاجة هاي وحدة من التطبيقات المهمة بالنسبة للمتال أوكسايد نعم غيرها أيضا من المتال أوكسايد المستعملة مثل يستعملون السيليكا النانوي ومع بعض التحفظات نعم أكو دراسات ما تنتبين أنه السمية مالته ممكن استعمال أنه مثل أوكسيد الزينك ممكن استعمال أوكسيد السيريوم اللي هو جدا جدا مهم خاصة في التطبيقات السرطانية باعتبار أنه عامل مختزل ليش نحن ندري أنه سرطانية داما توفر لي أو تنتج لي البيروكسيدات فوجود هذا الأكسيد مثلا أوكسيد السيريوم يوفر لعمل اختزال يقضي علما على الأشتؤوت فبالتالي يمنع منين من الانتشار مثلا مالته وغيرها كثير حقيقة الدكتور يطول الحديث عنها لأن تطبيقاتها جدا يعني يعني تحتاج بعض تفاصيل أخرى ممكن أنه نتصل مع بعض إذا هناك تعاون علمي أو بحثي إن شاء الله زين هذا اللي تفضلت به حضرتك هل يوجد تطبيقات سريرية على هذا الشيء يعني مثلا طبقت على مجموعة من المرضى في مستوصف في عيادة في مستشفى هل وجد طريقة الحقيقة للتطبيق في هذا المجال دكتور نحن نحش مثلا على اللايبوسومات اللايبوسومات طبقوها في سنة 1995 يعني وحقيقة أنا متقصد أنه أذكرها فالعملية تحتاج إلى نعم إلى تطوير تحتاج إلى تجارة سريرية أيضا تحتاج مثلا للموافقات أيضا لكن مثلا استعمال المواد الآمنة من هي المواد الآمنة يعني عادة نحن نستعملها مع الأدوية اللي هي مثلا اللايبوسومات اللي أنا ركزت عليه ليش مثلا ما ركزت على والسلفر والأكاسيد وغيرها نعم بيها نوع من الأمان لكن مثلا اللايبوسومات والكيوبوسوم والنيوسوم وغيرها من الحويصلات النانوية دائما تكون أمينة دائما تكون متوافقة مع السواهل الحيوية وما بيها أي ضرر جانبي الشركات ده صنع آخر تصنيع اللايبوسوم هو لقاح فايزر لقاح فايزر هو عبارة عن اللايبوسوم عبارة عن حويصلة فوسفوليبي ثنائية الطبقة وحملوا حملوا السبايك هاي السبايك فوق السطح مالة اللايبوسوم ربطوه مع الفوسفوليبي وكأنه صار عملية تصنيع هيكل للفيروس هذا اللي يستعمله في تقنية فايزر باعتبار أنه لايبوسوم جدا أمين وما رح يأثر على الجسم باعتبار أنه فوسفوليبي بعدين يتحلل إلى وقت معين ويؤيد فالتطبيقات حلقة موجودة وكثيرة شكرا دكتور علي جاسم اتفضل عليكم سؤال العفو دكتور علي جاسم السلام عليكم الترابي أم الاثنين الدواء وعملية مراقبة النسيج الهدف فيما إذا صار بشفاء أم لا فيعني المحاضرة عامة من جهة وأيضا أنه من خصوصية هذه المواد ممكن استعمالها بهذا الشكل سواء على التشخيص المراقبة توصيل أدوية وغيرها يعني فواسعة نعم التطبيق مالتها واسعة أكيد أكيد هي جدا واسعة الشيء الآخر ذكرت حبرتك الموجات الصوتية أو الليزر وعلاقتها مع جسيمات الذهب النانوي نعم نعم يعني هنا شنو الربط بين الالتروسونيك وبين الليزر كتطبيق نحن دعنا نتكلم مع القولب نانو فورتيكول يعني شنو كثيرة على الضب حيث رح يكون التأثير على التطبيق اللي نحن نحتاج لكي نكون الجرد نعم باختصار بالنسبة للجولد نانو بارتكول عادة يستعملون الجولد نانو بارتكول بيعتبر أنه جسيمة معدنية وذات مواصلية حرارية عالية يعني نسبيا شرح نسوي احنا رح نجيب الجولد نانو بارتكول و واحدة من الطرق حقيقة أنه نجيب الجولد نانو بارتكول ونحقنها وين في موقع الورم هذا طبعا استعمله استعمله في استراليا يجيب الجولد نانو بارتكول والمادة النانوية ويحقنها في موقع الورم هاي العملية العملية الثانية شرح يسوي أما يسلط عليها ليازر أو يسلط عليها موجات فوق الصوتين ستسبب زيادة الاحتزازات فبالتالي ستسبب لارتفاع درجة حرارة النسيج الهدف بحيث ما يتحمله فبالتالي يؤدي إلى تلف فتمشي طريقة العلاج رح يصير عندي طريقة علاج بهذا الشكل فهي الطريقة المستعملة النوم نعم هذا يعني إذا تسمحوا لمداخلة بسيطة في هذا التحديدا في هذه الموضوع نعم أنه حاليا حاليا اتجاه العالمي خصوصا في مجال أورام الدماغ مثل ما معروف جهاز الامراي المدنة ريزيونانس اميجين هذا طبعا يستخدم مجالات مناطسية جدا عالية بالتسلا بالإضافة إلى الريديو طبعا هذا إلى نتائج و سايد إفكت كبير وين صار حاليا حاليا واتجاه إلى مجال ال 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 الربط ما بين الموجات الصوتية وال الضوئية واللي هو تحديدا السونيك والليزر في مجال التشخيص التصوير أو حتى في مجال الترابي وهنا رح يدخل مع الدسليمات الذهب النانوي لأنه ندخل على الستركتشار الستركتشار نحن عدنا بالفيزياء بمفهوم الصليب solid state physics تترتب داخل الترتيب معين نسميها الشبيكة طاقة حرارية عالية سيصير عندي اهتزازات هذه الهتزازات سيكون عندنا ترددات ومن خلالها ممكن أن نصل إلى حالة الارجنال العفوان بس حبيت أنه اوضح أنه اقربت نعم ما بين الالتروسوني كل يزير وما بين القول حاضرين بس إذا تسمحوا لي يعني أرجو أن تعذروني لكثرة الأسئلة لكن هي الفائدة للعموم إذا تسمحوا لي مسألة في مجال التطبيق البيولوجي نحن نعرف وجنابكم أنا متخصص لكن اللي تعلمنا من خلال الخبرة البسيطة في مجال الزرع في مجال التشخيص العفو التحليلات المرضية يكون تسليط موجات معينة تكون في مجال اليوبي على العينة اللي هي النموذج اللي احنا ما فيه لأجل التحليل وبعد التفاعل على النسيج نعم حسن بعد شي صير عدنا يصير عدنا نوع من الفلورسنز طبعا هذا بعد أنه يصير ربط أو وجود مادة صبغية اللي هي نوع من أنواع الديز النتيجة التفاعل يصير عدنا في أطوال موجية يصير بها الشفت عن اليوبي وأغلبها تكون في المجال المرئي تقريبا تكون بحدود 500 نانومتر هنا سؤالي بكريت جنابك مسألة التفلور قال أنه عندي مصدر ضولي راح يتفاعل مع المادة مع مع معرفة الموجود بحيث ينطيني فلورسنز أو فلورسنز ذاتي من النسيج بالنسبة لعملية التشخيص مثل ما تفضل حضرتك راح ناخذ قطع من النسيج أكيد هذا راح نسوي له مقطع نسيجي بالمايكرو أو أحد الأجهزة المتوفرة وعادة يسوي لها قطع فرح يكون بشكل شريح هاي بالبداية أنا أصلا ضفة المادة مع النسيج هو نفس أعتدر أعتدر منكم لكن أحس يعني ما أعرف يعني عندي شي أقول أنه هذا هو للفائدة العامة إذا تسمح شكرا جزيلا باقي الأساتذ الأخوان لدي أخذوا أحد عند أي سؤال أو السبسار من دكتور أمجد يتفضل رجان عفوان دكتور أمجد ممكن عود سؤال أشكرك حضرتك طبعا أنا فيك والأمفور والأقرب منكم إلى أستراليا وعلى دراية بالتجربة التي يستخدم فيها جود نانو بارتكول نانو 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 الجسم هو هنا يأتي موضوع الميكانيزم كيف نوصل النانو على سبيل المثال إلى الجزء المصاب بالخلايا السلطانية على سبيل المثال بدون ما يسوي لأنه معروف العلاج الكيميائي على سبيل المثال يعالج لكن يخرب من جهات أخرى بالنانو التكنولوجي هدفنا نسوي حقن حقن للنانو على جزء المصاب لكن من النقطة الحقن إلى الجزء المصاب حيمر ملايين وربما مليارات الخلايا الحلوية داخل جسم إنسان وهذا يعرضها للخطر والمخاطرة والضرر والتلب لكن هنا هو السؤال إحنا نريد ما يسمى كيوفيت كيوفيت نحط من الدول ونقول روح للنقطة الفلانية روح للجزء الفلاني روح إلى العضو المتضرر داخل الجسم هو هنا اللعب هنا تبدأ تطلع هذا ممكن دكتور هذا ممكن نعم إحنا بالنسبة لخلايا الجسم يتواجد كل نوع من الخلايا عنده نوع من المتحسسات أو المستلمات الريسيبتر إحنا نسميها هاي موجود وين على سطح الخلية إحنا إحنا راح نسوي راح ناخذ ونضيف فوقها نحمل فوقها مثلا العبارة عن بروتين متخصص هذا البروتين المتخصص من اسمه أنه إحنا تقصدنا نحمله على الـ بحيث هذا ما راح يرتبط بأي خلية من الخلايا إلا يلقى الرسيبتر بما أنه إحنا الذي يضاي فيه هو يقصد إلى العضو الهدف فأكيد راح يوصل إلى العضو الهدف لأنه ما راح يرتبط ببقية الخلايا هاي نسميه هاي نسميه أنه إحنا الاستهداف أنه نستهدف الخلية أو نسيج معين بإضافة أنتوبادي على من على الجسيمة النانوية نفسها نعم ممكن أنه يعرض مثلا نتيجة للمناعة مثلا الميتابولايت اللي مثلا موجودة أنزيمات عمليات الأكساد الأنزيمية الموجودة بالدم ونتجة الوجود أيضا همات لأن أوكسيجين بهذه الحالة لكن إحنا إذا نسوي دائما نسوي عملية تغليف نسوي عملية حماية بحيث الجهاز المناعي ما راح يتعرف على هاي الجسيمة هي عبارة عن عدو هي عبارة عن شيء غريب وإنما ما راح يلقى بها أي ضرر وكأنه أحد الجزيات الحيوية الموجودة في داخل الجسم فبالتالي يتركها وبما أن احنا ضايفين فوقها هذا الانتبادي راح يمشي أكيد بالسيركليات لكن ما يلتسق بالخلية إلا الخلية الهدف اللي ترتبط بالانتبادي هذا يعني الانتبادي راح يرتبط بالرسابتر الموجود على هذه الخلية فبالتالي احنا ضمننا ضمننا وصول الدواء أو الـ إلى العضو الهدف عن طريق الاستهداف أما بإضافات جزيات يعني حيوية مثل الفوليك أسيد مثل ما شفنا بالدوكسير أو بالنسبة للمحاضرة أو بإضافة مثل الانتبادي هذا راح نضمن أنه هاي الفيكالز راح تصل المن إلى النسيج الهدف ناكل تجمع راح يصير إن شاء الله رب يحب الله علينا أكو عمل باتجاه أنه يتم الحقي ما يخص النانو بارتكال متيري عفوا صوتك صوتك بي خرخش أريد نسمعه بشكل واضح إذا أمكن إن شاء الله علينا أكو عمل باتجاه أنه تم حقي النانو بارتكال ما في رياض ويتم قيادتها من الخارج من خلال مجنة الفيض للعضل المصاب أو العضل الذي يراد التركيز عليه وهناك ولذلك المحاضرة المغل عن هذا الموضوع مريك علي شي ترجمة نانسي قنقر